يبحث منتخب مصر الأولمبيا عن تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الثانية على التوالي على حساب المغرب في المواجهة التي تقام مساء اليوم على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً عقب الفوز على غينيا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي كما تفوقت المغرب على نظيرتها مالي بركلات الجزاء الترجيحية ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي كأول منتخب في القارة السمراء وهو إنجاز تاريخي وتأهلت مصر رفقة المغرب بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث مالي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024